إذن تعرضنا في الفيديو السابق إلى كيفية التعامل مع الويندوز 32 يعني نعمل get على الويندوز الحالية وتغيير خصاصها فخلينا نستمر مع التصميم الخاصينا بالنسبة للوغين بيج إذن الوغين بيج راح تتكون عندك من grid تتكون من عموديا العمود الصفر والعمود واحد العمود الصفر يحتوي على مجموعة من الأدوات سرح نبدأ نصميمها بالترتيب وهذا أيضا يحتوي على مجموعة من الأدوات اللي تكون عندك كلهما stack button خلينا نرجع للتصميم الخاص فيه مبدئيا أنا أحتاج إلى تغيير الثيم إلى light حتى يتماشى مع التصميم ذهبونا على الapplication الخاص فيه مثل ما شفناها بالنسبة للثيم ثم مع ذلك هنا في الأسفة راح أبدأ أقول له this.theme request or requested theme راح يكون عندك application theme.light اللي عملية التغيير طبعا بشكل مباشر طيب نرجع هنا على الاستاكبان الحالي داخل أقوم بحث في الاستاكبان المبدئيا واستبدالها في grid مثل ما ذكرنا أنه إحنا عدنا عموديا العمود الأول والثاني فرح تكون عندك grid.column definitions يعني عملية تعريف بالنسبة للأعمدة فهذا تكون عندك column definition واحد بهذا الشكل لأنهما متساويان الأعمدة متساوية لو لاحظت الآن أنه عرض هذا يساوي عرضها إذا ردت أنه تغير في الأعراض نسبة إلى إلى نسبة معينة أو نسبة ثابتة ما في أي مشكلة ممكن تقوم بعملية التغيير لكن مبدئيا الآن في التصميم من نسبة ثابتة طيب إذا راح تكون عندي to stack panel stack panel الأولى راح تكون في في grid.column 0 يعني راح يبتدي عندك من اليسار طبعا أوكي ولدي ال stack panel الأخرى أيضا اللي هي مبدئيا تكون عندك في الواحد أوكي فائل الآن خلينا يبدأ عمل ران على الابليكيجن حتي يكون التصميم بشكل مباشر وشوف إيش الأدوات اللي إحنا مبدئيا راح نقوم بعملية وضعها ثم مع ذلك نقوم بعملية تغييرها مستقبلا أو أضفاء لها بعض التصاميم جيدا خلينا أذهب على live وأسحب هذا بهذا الشكل لأنه أصبح عندك top most دائما آآ ياب أرجح هنا إحنا طبعا هذا هذا راح يكون عندك صفر وهذا راح يكون عندك واحد تمام الآن راح أبدأ مع الواحد مبدئيا في الواحد راح نضع stack panel أولى أوكي الأورينتيشن الخاص فيها راح يكون عندك يعني vertical هذه راح تحتوي لك على الصورة وتحتوي لك على تكست بوكس مبدئين الصورة ما راح أبدأ أضعها راح أبدأ أضع تكست بوكس بشكل مباشر تكست بلوك في الجزء الأساس وأقوم بوضع التكست الخاص فيه وأذكر له مثلا مثلا تكنويو أو أي ناس تقوم بعملية وضع مبدئيا أوكي بهذا الشكل ثم على ذلك أقوم بزيادة الـ phone size ليكون عندك بمقدار 18 طبعا لو شوفه الآن هو غير واضح باحتبار أنه هذه الـ stack panel هي horizontal alignment لازم أغيرها إلى center حتى يبدأ يعني يظهر عندك مثل ما تلاحظة الآن أمامك ظهر أوكي طيب ممتاز الآن طبعا هذه الـ stack panel الأولى أستطيع أنه أعمل يعني أعمل ضغط عليها للأسفل فأستطيع أن أعطيها padding بمقدار مثلا 25 حتى أبدأ أعمل عليها padding إلى الأسفل تماما أوكي padding إلى الأسفل جيد الآن طبعا هذه الـ stack panel هذه رح أبدأ أقوم بتغيير الـ background الخاص فيها مبدئيا بشكل أولي لتكون عندك فيه اللون الأحمر حتى تكون عندي واضحة أنه أن ديش تغل في هذه الجهة هذه الجهة هي خاصة في الخلفية يعني مجرد خلفية أو الإيقونات مثلا أو أي أزرار أخرى وهذه هي الصفحة المعنية في تسجيل الدخول هذه رح أبدأ أغيرها إلى 24 بهذه الشكل وأبتدأ في وضع stack panel أخرى يعني أحاول أن أقوم بتجميع الأدوات قدر المستطاع يعني لو ترجع على التصميم الخاص فيك هذا إيش تعتبر عندك أيضا stack panel باعتبار ما دام أنه يتبتعد عن هذه الجزئية هذه تعتبر إيقونات أو صورة فهذه أيضا تعتبر عندك stack panel stack panel تحتوي لك على الـ username والـ password وتحتوي لك على هذا الـ check box أوكي ثم بعد ذلك لديك الـ login والـ login أيضا يحتبر عندك stack panel يعني هو بنفس الحجم تقريبا بنفس الحجم تقريبا فهو أيضا يحتبر عندك stack panel فاستطيع أنه أعمل stack panel وقوم بوضع فيها كل هذه الأدوات ذات الصلة أوكي جيد يعني أنا أحتاج إلى عملية تحديدها فيما بعد إذن أحب دي بوضع stack panel orientation الخاص فيها مبدئيا هو يعني by default يحتبر horizontal فما في داعي أنه أقوم بعملية تعريف الـ horizontal alignment رح يكون عندك إلى center مبدئيا أوكي والآن أقوم بوضع فيها text box أوكي text box أو مثلا أقوم بوضع ليس فقط كtext box أقوم بوضع مثلا text block زائدين text box أوكي فكيف رح أبدي أصل إلى هذه النتيجة؟ بكل بساطة أحبدي أضع أيضا stack panel الأخرى أوكي ورح أبدي أضع داخلها text block text الخاص فيه ليكون عبارة عن user name يعني رح أبدي أغير في التصميم الدين حتى يعني أنت ماشى مع أكثر عدد من الأدوات أوكي مع user name أوكي طبعا horizontal alignment رح يكون عندك فيه تجاه مبدئيا فيه تجاه طيب وأيضا أسفل text block تماما رح أقوم بوضع text box أوكي text box ممتاز الآن هذا هو text box مثل ما تلاحظة الآن أمامك لكن طبعا تستطيع أنه تعمل horizontal alignment يكون عندك stretch يعني إيش؟ يعني يكون عندك على كل على كل المساحة المتبقية وطبيعات الحال أوكي أوكي خلينا فقط أعمل زوم حتى تشوفوا النتاج الآن ما تغير عندي هذا المفروض يكون عندي على كل المساحة المتبقية كل العرض المتبقية في حال أنه وضعت horizontal alignment لل text box ما رح يبدين فعندك فرح أبدأ بإزالته مبدئيا أي خاصية تقوم بوضعها ما تبدي تشتغل على التصميم قوم بعملية إزالتها مبدئيا أوكي طيب فأستطيع أنه مثلا أنه هذه متواجدة داخل الحاوية هذه هذه الحاوية تبدأ من اليسار أحبدي أغيرها أعملها stress إيش رح يبدأ يحدث عندك رح يبدأ أخذ على كل الوث المتبقي بطبيعات الحال أوكي الآن مبدئيا تذكر أنه مثلا أنه المسافة ما بين اليوزر نيم وهذا الباسورد مثلا اليوزر بالنسبة للتكست بوكس وك يعني كتكست بلوك وتكست بوكس تستطيع أن تعمل مارجن عليه في الجزء الأساس أوكي فتستطيع أن تذهب هنا على البلوك وتقوم بإعطاءه مارجن بمقدار 2 أوكي وكذا الحال مع التكست بوكس تستطيع أن تقوم بإعطاء مارجن بمقدار 2 أوكي بالتالي حتى تبدأ يعطيك فد إزاحة للتصميم مبدئيا أوكي فطبعا الآن أصبع عندي stack panel متكاملة من الأفضل يعني كنت ترتيب بهذا الشكل عمليات التغيير المستقبلية stack panel هي خاصة في اليوزر نيم فالآن راح أبدي بوضع stack panel أخرى خاصة في الباسورد فأخذها نسخ ولسق وأتحاشى أن أقوم بإعطاء أسماء الكائنات حاليا إن أنا في حالة تصميم أوكي فالآن طبعا راح أبدي بـ أوكي سخت هذه الـ stack panel راح أبدي فقط في تغيير هذا إلى الباسورد أوكي ثم بعد ذلك راح أبدي بيعطاء margin في الاتجاه العلوي فقط margin في الاتجاه العلوي فقط فستطيعنا أعمل margin بهذا الشكل طبعا المارجن يكون عندك يعني اتجاه علو وسفلي ويسار ويمين أوكي يعني يكون عندك بأربع قيم تماما يعني بهذا الشكل تماما 1 بهذا الشكل المارجن راح يكون عندك بأربع قيم القيمة الأولى لو تبدي تعطيها إيش 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 تؤشر على اليسار الآن طبعا أنا حاليا ما أحتاج إلى اليسار فأقوم بإزالته القيمة الثانية إيش تؤشر تؤشر عندك على الجزء العلوي يعني عندك يسار ثم ذلك أعلى ولأنا طبعا الآن أحتاجها بالجزء الأساس أوكي فقط حتى تبدي تأخذ عندك بنظر الاحتبار أما الثالثة فهي تؤشر على الاتجاه السفلي في الجزء الأساس أوكي أما بالنسبة للأخيرة فهي تؤشر على الاتجاه الأيمن أوكي طبعا أنا هذه كلها راح تكون عندك صفر أما هذا راح أعطيه بمقدار عشرة حتى يبدي أو أكثر من عشرة يكون عندك 25 حتى يبتدي في أعطاني مارجن في جزء في الاتجاه العلوي أيضا هذه الاستاكبنا القياسية هذه الاستاكبنا اللي هي وضعت فيها الأدوات بشكل عام نفس الكلام أقوم بإعطاءها مارجن بالاتجاه العلوي بمقدار كام بمقدار 25 ورح يبتدي بالتماشي معك بشكل مباشر أوكي فاين الآن طبعا في الجزء الأسفل تماما راح أقوم بوضع اللي هي checkbox يب checkbox وأبدي بإعطاء المحتوى الخاص في هذه checkbox اللي هو remember me أوكي عملية التذكر بطبيعة الحال أوكي fine just close it like this إذن هذا راح يكون عندك remember me بهذا الشكل لكن طبعا تستطيع أن تقوم بإعطاءه مارجن بنفس القيمة تماما حتى يكون بنفس المحاذا تماما بالنسبة للكائنات الأخرى بنفس المحاذا تماما أوكي أيضا هذا المارجن طبعا هو أخذ بكل الاتجاهات تستطيع أنه تعمله يعني مارجن في التجاه العلوي والسفلي واليسار واليمين لكن الآن مثلا اللي أحتاج حاليا أن أعطي مارجن في تجاه الليفت ويكون عندك أكثر يعني 2 راح يكون عندك في الاتجاه الليفت ومثلا أعطي 15 في الاتجاه العلوي أو أكثر من 15 يكون عندك 25 أيضا بالنسبة للright ما رح يبدين فعدنا يعني هو أصلا لا يصل إلى هذه الجزائية والtop أيضا ما رح يبدين فعدنا الآن كائنات الأخرى اللي موجودة عدي عندي button فالbutton أيضا أقوم بإسقاطه بنفس الطريقة السابقة هذا عندي button الbackground محدد بطبيعة الحال ليكون عندك مبدئيا في اللون يعني لو تلاحظة الآن أمامك مفروض ناخذ نفس هذا اللون تماما فيمكننا التعامل مع إداة جدا رائعة أنه تعمل pick على اللون وقوم بوضعه بشكل مباشر لكن حاليا للتصميم رح أقوم باختياره في اللون blue في اللون الأزرق مبدئيا بهذا اللون ثم مع ذلك أقوم بإعطاءه contents واللي هو login أوكي بهذا الشكل طبعا الآن هذا أريده يكون على كل أيش كل المساحة أو كل الوث المتوفر فأستطيع أنه أحدد له في horizontal alignment إلى stretch فبالتالي رح يبدأ يمتد على كل المساحة المتوفرة بطبيعة الحال أوكي فاين الآن في الجزء الأخير أيش موجود عندك موجود عندك I think we have يعني أنا أعتقد أنه عندنا link label طيب إذا ما عرفت الأدوات يمكن أنه ترجع على Windows UI 3 أوكي وتبحث عن الأدات المناسبة في ماذا كانت متوفرة بطبيعة الحال نشوف إذا كانت عندنا hyperlink button We have hyperlink button هذا الhyperlink button مثل ما تلاحظه الآن أمامك يمكن أنه يستخدم لهذا الغرض أوكي hyperlink button يعني هو يختلف عن البطن الطبيعي فاستطيع أنه أقوم بوضع hyper hyperlink button وأتركه في إعداداته الإفتراضية ما أقوم بإعطاءه فقط يعني فقط وقل لي هنا أنه أنت عندك forget forget password أوكي password فاين أوكي جيد الآن تقول أوكي أنا عندي أصبحت عندي هذه الاستاكبانل أوكي هذه الاستاكبانل تحتوي لي على إيش تحتوي لي على هذه الكائنات قكل هذه الاستاكبانل أستطيع أنه أعمل vertical alignment معنتها يكون عندي من البطن أوكي يكون عندي من البطن لكن طبعا ما رح يبدأ يتغير لماذا؟ لأن أنت في الأساس عامل هذه الاستاكبانل التي تكون عندك باتجاه العلوي أوكي طبعا نحن بعد ما نقوم بوضع الصورة ستبدأ تندفع هذه الأدوات ويمكن نقوم بوضع margin يعني هامش سيبدأ يتفعل أدوات هذه كليا إلى الأسفل ستبدأ ترجمة نانسي قنقر